في البداية دكتور أريج خلينا نتكلم عن أسباب الخمول بعد الأكل يعني دائما نقول إحنا بعد الأكل تجينا ساعات أنه لحظات خلاص أنا أحسني فلم أني قادر أتحرك فيني نوم أشو الأسباب؟ طبعا حلو الموضوع هذا لأنه تونم خلصين من رمضان فهذه الظاهرة يعني كانت طبعا مشكل طبيعي في رمضان على الإفطار هي ظاهرة طبيعية يعني ردة فعل الجسم يعني بعد يعني إحنا خلينا نركز على الأكل اللي هو الأسباب كثيرة بس خلونا نركز على الأكل يا كمية الطعام يا نوعية الطعام فزي ما تفضلت وقلت لي أنه تنعيم من الأكل هذا محل فهو خياراتك يعني إيش الأكل أو اللي تختاريه وكمية الأكل فمثلا لو كان الأكل بكمية زائدة عن احتياجك مثلا لبعض يأكل يعني ما يكفي حاجته حاجة شخص تاني هذا طبعا أكيد أنه حيسبب له تخمة أو نوعية الأكل نفسه بعض الأكل يكون صعب في الهضم فياخذ ساعات طويلة فيكون التركيز على الجهاز الهضمي فعشان كيدا نحس بخمول لأنه الجهاز العصبي ما عاد يوصله دم الدم كله على الجهاز الهضمي فبالتالي هذه من ضمن الأسباب اللي ممكن تسبب الخمول طب إش هي نوعيات الأكل اللي بيسبب لنا هذا الخمول الأكلات الداسمة طبعا نسبة الدهون لما تكون عالية في الطعام طبعا تحتاج فترة طويلة بروتينات أحيانا نحن نأخذ هذا الشيء نستفيد منه بشكل إيجابي لما يجينا أحد عنده اضطرابات في النوم فنركز على الأكل اللي يسبب له النعاس أو يعطيزه ما تقول ريلاكسيشن هذو البروتينات طبعا لو أخذناها من أحية إيجابية ممكن تكون طبعا الأحماض الأمينية بعض الأحماض الأمينية طبعا لا علاقة بإنها تعمل إيش تحفز الهرمونات اللي تؤدي إلى الخمول أو يعني يكون الواحد يحس بالنعاس مثلا فيعني نتجنب أنا شخصيا أنصح أنه بلاش السكريات بالذات النشويات البسيطة اللي على طول يعني مجرد ما تكليم مثلا الطبق من المكرونة على طول تشوفين أنه مثلا السكر الكبسة وش وضعها الكبسة كله يعني 3 in 1 10 in 1 على قرابنا حيكون فيها نشويات حيكون فيها بروتينات حيكون فيها دهون مع أنه ممكن لو حبينا نطبخ الكبسة بطريقة أقل ضرر بإمكاننا يعني بدل ما نمتنع عن أكل الكبسة فزي ما قلنا مثلا أنه نوعية الأكل اللي إحنا نأكلها هي لتأثر أو تسبب الخمول فنحاول نغير الأكل نغير كمية الأكل بحيث أنه نقلل من النعاس والوقت كمان الوقت مرة مهامة